دكتور نبيل أسطى موجود معنا اليوم اقتصاصي بالعلوم التربوية مؤسس مركز سكيلد للصعوبات التعلمية نحن نحكي عن الانلاين لورنينج وضوي الصعوبات التعلمية أهلا وسهلا فيك Thank you أهلا فيك نحن يعني أوقات منقول أنه في جانب إيجابة للي عندهم صعوبات تعلمية بالانلاين لورنينج بس طبعا يعني شغلة جديدة ورح يكون شوي بدنا وقتا نتعود على يمكن بلاشنا شوي ننطلق بالنسبة للمدارس العادية بس بالنسبة لأدوي الصعوبات التعلمية كيف الوضع؟ ما في شك أنه تحدي كبير بهالموج اللي ما رأنا فيه من أكتوبر لحد هلا نظلموا أصحاب الصعوبات التعلمية أو الاحتياجات الخاصة لأن احنا عطول منعلمهم على الدمج نحنا صفينا عم بيمارسوا العزل عطول منعلمهم نضل حدهم ومنحبهم هلأ صفينا بعاد ومسكات يعني اللي عم منعلمهم إيه اللي صار هالسنة صار بعكسه منعلمهم على ستركتشر بيقعوا بوقت مظبوط بيروحوا على المدرسة بياكلوا بيتعودوا على طريقة معينة مثل ما بتعرفي بهاي السنة كلها ستركتشر راحك لكن بالرغم من هيدا كله كان عنا عدة محاولات فينا اعتبارها ناشحة نعملون إنه إيجابيات كمان إنه وقتها بدهم بيقدروا يرجعوا يشوفوا هالدرسة أونلاين أو إنه بلكة أكتر على وقتهم طبعا هنه إذا بتسمحيلي اللي عندهم صعوبات تعلمية أو تحديات معينة مش كل وقت بيطلع على بالهم شي فيهم يعملوه نجاحهم هو إنه يكون فيه ستركتشر كتير مدروس روتين مدروس بشكل كتير منيح بعدين بدهم رواء بدهم سيكيوريتي نحنا شو صار فينا ولدين أو تلات ولاد قاعدين بنفس البيت عم بيطأسموا هاللابتوب أو التابلت احتاروا هلكوا بالإضافة للأهل نحنا بدنا الأهل يساعدونا لكن لما نقطع شوية وقت تعاوننا مع الأهل وتعاوننا مع الأهل الأولاد قدرنا نرجع نشجعهم أنه يجوا أونلاين يجوا قدامها اللابتوب أو قدامها التابلت الصعوبات تعلمية متفاودي يعني ما فيه ولا ولد مثل التاني أصلا والولد اللي عنده صعوبات تعلمية كمان كل واحد مختلف عن التاني كل واحد عنده وضع عنده ريتمه وضعه مئة بالمئة وعنده العادات والروتين اللي تعلمه واللي علمه بالمدرسة وبالبيت فهلأ نحن عم نخلق له روتين جديد كرميل هيك الأساتذ اللي عندنا الأخصائيين اللي عندنا معهم عم يحكوهم على التليفون لما بيقدروا هالولاد يسمعوا عم بيقلولهم بكرة الساعة عاشرة ناطرين عم نرجع نخلق لهم روتين جديد ونرجع نحطهم قدامها السكرين وبالحالات يلي فينا نروح على البيوت عم نروح على البيوت نخد لهم العدة تابعيتهم لنقدر نتابع معهم بعدين على اللابتوب يمكن المشكلة كمان اليوم أنه الروتين كل يوم بيومه طبعا ما فينا نقللهم جمعة الجاه هذا روتين جديد وبعدين قوانين الوزارة وامتي بتفتح المدارس وليجنة الكورونا تخربطت العمليات لكن نحن انتبهنا لأن هيدا قلبنا للصعوبات التعلمية عم نعطيهم أهمية خاصة بقدر إليك أكتر شوي من التلاميذ العادي لأن هن هلكوا والأهل هلكوا نحن ما نساعد الأهل كمان وهلأ منتمنى أنه أول ما تفتح المدارس إن شاء الله الكورونا تكون منيحة هن نجيبهم ونهتم فيهم قبل غيرهم لأن ما فيهم بقى على هالوضع اللي هن فيه بالأصل يلي عنه صعوبات تعلمية هن بنفس المدرسة دايما يعني بنفس الصف بالأحرى دايما ولا كمان عنده صفحون خاصة بلبنان هيدا نحن اللي خلقنا له أورنس كتير نحن مع المدارس الدامجي نحن منقول كل حدا عنده صعوبة تعلمية أو احتياج خاص لازم يكون بنفس المدرسة مع التلاميذ الباقيين بنفس المدرسة بنفس الصف كل الوقت هلأ هون الحالات بتتفاوت ممكن يكونوا بنفس الصف كل الوقت مع شادو تيتشر مع علمت الظل وممكن يكونوا في بول اوت ساشن منشيلها التلميذ مناخده منعطيه حصة بطريقة أسهل هيدا اسمها الديفرينشياتي انستركشنز منعطيها بطريقة مختلفة منرجع مرده على الصف وفي حالات بتكون أصعب بيكونوا معظم الوقت باستثناء الملاعب والحصص الأردس وغيره بيكونوا بصف لحالهم حالات متفاوتة لكن نحن مع الدامجي نحن مع المدارسة الدامجي كرميل هيكي صار عندنا أكتر من سبعين أو ثمانين مدرسة خاصة ووزار التربية صار عندها تلاتين تقريبا عم بيشتغلوا عليهم مع اليونسيف مدرسة دامجي اليوم حتى أونلاين يعني التلميذ قادرين على الألي اللي يشوفوا بعضهم أو يعرفوا أنه مش واحدهم هلأ الأونلاين أصعب طبعا يعني كمان هون عارفين وعم نعلمهم زيادة هلأ أنت بتقولي للتلميذ بكرة عندك درس أونلاين عندك شابتر فور بكذا بلقطة تغري فيه ناس اللي عندهم احتياجات خاصة أو صعوبات تعلمية بكتعديلوا إياها مرة أو مرتين أو ثلاثة ويرجعوا أهله يشوقوا لهالدرس أنه بكرة يكون ناطر هيدول التلميذ يكون بدوا يشوف صفهم مش هينب أنا كتير عم بشد على الروتين على الستركتشر لأن هن أفضل شي لقالهم الروتين يلي ما بيتغير كل يوم هيدا أفضل شي نحن عم بيخسروه التلميذ اللي أصلا هن موجودين بالمدارس الأكاديمية العادي الأستاذ هن كمان خوالين أو مجهزين أن يكونوا عمي تعملوا معهم أونلاين هذا أهم سؤال الأستاذ لما ياخد تيتشينج ديبلوما ما حدا ما بيدرسوه كيف يعلم أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الصعوبات التعلمية هلأ في أستاذ عندهم هالقلب وعندهم هالخبرة بيدرسوا حالهم كمال هيك نحن عم نحكي مع الجامعات أنه يزيدوا هالكورسات على تيتشينج ديبلوما حتى تقدر المعلمة تصير تعرف تتعاطى معهم لكن نحن من مارتش بارة سنة الماضية لما نشفنا هالوضع هيك صفينا عم ندرب كل الأسادزة كيف يتعاطوا مع الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية حتى إذا الشادو تيتشر مع علمة الظل ما قادرت تجي يكون الأستاذ قادر يستوعب هيدا الوضع هيدا مهمة مش سهلة بدأ تدريب معين بدأ درس لكن أهم شي بدأ شخصية وبدأ قلب يشعروا كمان مع هالولاد أنه نبدأ نتعب أكتر واهتمام أكتر اليوم نحن عملول أنه الأساذ والمعلمات إذا أونلاين لازم يكونوا عندهم طريقة جديدة وستراتيجية جديدة ليوصلوا الدرس هيدا عم نحكي عن أولاد ما عندهم صعوبات كمان أنا بحب كيف سيكون عندهم صعوبات مئة بالمئة المعلمين والمعلمات تكتر خيرهم أواشي لأن تحضير الأونلاين بدوا أربعة أو خمس مرات تعب زيادة لكن شو صار فينا من سنة الماضي السنة عم نقدر نتحشيها صارت المعلمة بتيجي على السكرين تعود الأم والأولاد والخالي والجيران وفي منهم بيصوروهم وبيعملون لجنة حكام وبيعملون بوليينج تنمر كمان المعلمين عندنا نظلموا فرد مرة تجاوبوا مع الكورونا فرد مرة تجاوبوا مع الثورة وضلوا بالبيت وكبر جمهورهم وكبر جمهورهم صفين يقول وهذه حلوة وهذه بشعة وهذه الكيف وهذه هلك فالسنة صار كتير عم ننادي بهذا الموضوع الوضع أفضل ودربنا الأساسي بشكل أفضل حتى الولد يقدر يقعد قدام مع السكرين هل بدون تدريب كمان أو توعي الأهل بهذا الإطار لأنه ما عم يعملوا أي نتيجة إيجابية على أولادهم إذا كانوا عم يلهو بهذه المواضيع جربنا كتير نحن وحكينا كتير وعملنا ساشن زوم كولز للأهالي قلنا له نحن عم هذه الثقافة الأونلاين ثقافة ننمو بها قلنا له نحن عم نتعلمها مثلنا مثلكون الأونلاين ما نعمل للكورونا الأونلاين نعمل للعمر 25 و30 سنة وعم يعمل كارير جديد وعم يدرس أكتر فهلأ الأهالي صاروا متفاهمين الوضع أكتر بس مجرد لنكب هيك ملاحظات بلا طعم وننسى أنت لازم يكون أننا أدوان تماما مش خلال الخاصة الدراسية وعلى الجروبات الواتساب راح نشوف في فيديو تسمحي اللي تكلمي عنه بس قبل راح تشوف فيه هذا مركز سكلد أخصائيين مركز سكلد عاملينه راح تحكي عنه مديرة المركز هبة الجمل الفكرة الهدف اللي عندنا بدنا اللي عندهم احتياجات خاصة اللي بالمينستريم مع الأهالي نحن عملنا تقريبا فوق السبعين فيلم حتى قديس معنا ما فيه انترنت بجنوب الشمال ما فيه كهرباء ما فيه هيدولي عاملين نحن حملة هلأ بخبرك ورا الفيلم توعية حتى كل التلميذ مدارس رسمية وخاصة وين مكان بيقدروا بحيالة وقت بيشوفوا هالأفلام طبع سبعة كاتيجوريز هن وأهاليون منقدر نساعدهم بأي وقت أجت الكهرباء ولا أوي الانترنت نقدر نهارا حتى ما نضل بهالدوام هذا أمر ضروري بكل المدارس ما عنا حق نفشل ما عنا حق نترك التلميذ اللي عنده الصعوبات تعلمية بأتقد نحن هيدا المشروع رح نطلقه نحن وجريت النهار بعد يومين ثلاثة هلأ بخبرك عنه كمان نحكي عنه بعد شوي خينا نشوف الفيديو رغم كل شي عم بيصير حوالينا دعم لولاد اللي بحاجة لمساعدتنا رسالة تبنيها سكلت سنتر من الألفين وعشرة وإذا فيني أطلب منكم طلب لكل اللي عم تسمعوني بهالتسجيل إن كان أولادنا عندهم صعوبات أو مشاكل أو أي إعاقة عم تأثر على اكتسابهم الأكاديمي خلينا نحط هالمشاكل كلها بعلبة وما نكون بحالة نكران نسمى العلبة تحديات ونشتغل على تحسينها ولأن الأمور عم تصعب كتير حوالينا الإخصائيين بمركز سكلد حطوا إيدهم بإيد بعض ليقدموا لولادكم هالمكتبة اللي بتحمل عنوان تنمية القدرات تتألف المكتبة من مجموعة كبيرة من الأفلام أفلام أسيرة كلات دقائي هدفها مساعدة الأهل والأسادزة والأولاد إنه يشتغلوا على كل المهارات ناقصتهم فكرة المكتبة الإلكترونية إجت من فكرة التعلم عن بعض إذا كنتم مش قادرين توصلوا لإخصائي شو ما كانت الأسباب؟ ممكن تكون أمنية ممكن تكون صحية ممكن تكون أزمة مالية نحنا جينا لعندكم هالمرة المكتبة مقصمي لست أقصام بكل قصم تقدروا تلاقوا احتياجكم في قصم للتربية المختصة قصم مع معالجين نفسيا ليقدروا يساعدوكم بالأمور العاطفية قصم مع إخصائيات سلوك قصم خاص بالنطق واللغة والقصم الخامس هو عبارة عن معالجين نفسي حركة بيقدروا يساعدوكم بوقبة أولادكم بالحركة وبإشيات تاري عايزينها القصم الأخير اللي بدي أخبركم عنه هو قصم خاص للأهل بيخبرونا في بعض الأهل تجاربهم مع أولادهم الإشياء اللي اتعلموها وبيحبوا يفيدوكم فيها بالآخر بتمنى كل هالأفلام تعجبكن وتستفيدو منا ونحنا موجودين بمركز سكيلد لنقدم أي استشارة مجانية أنتوا بيحاجلها إلى ونشوفكم على خير يعني لاحظين كل النقط اللي ممكن تكون الصعوبات عند الأهل هالمرة اللي حتى تقدروا تساعدون فيها كيف بيقدروا يحصلوا على هالأفلام؟ هلأ أكيد نحنا مركز سكيلد كل يوم رح ننزل فيلمين بتحت العنوان المطلوب اللي حكيت عنه لمديرة المركز ونحنا رح نطلق هالبرنامج مع جريدة النهار الويب سايت طبعا فنحنا رح ننزلوا والنهار رح ينزلوا وكل شركائنا بالمدارس حواله هلأ صار عنا 60 أو 70 مدرسة رح ينزلوا فإذن وكمان وزارة التربية اللي في عندهم مركز مختص للشؤون للصعوبات التعلمية فكل ياتنا رح يكون هالفيلم متوفر حيالله تلميذ على حيالله فيسبوك على حيالله ويب سايت سكيلد أو مدرسته أو النهار رح يلاقيه هيدا طبعا هو الأهل كنا عم نحكي عن الأجهزة الإلكترونية عن اللابتوبس التابلتس اللي معقول يكونوا موجودين بالبيوت ومعقول ما يكونوا موجودين أو إذا موجود آيتم واحد من هالأشياء يمكن فيه ثلاثة ولاد بالبيت أو أربعة ولاد مش أستي دخلنا قصة كمان في إدارة للوقت هيدا إذا كان ما فيه صعوبات تعلمية إذا كان فيه صعوبات تعلمية بعد الوضع أصعب فيه أي مساندة مساعدة بالنسبة لألكم نعم أول شي فيه هلأ أنا بحكي عن مدارسنا ما فيه نعمة مع كل المدارس نحن شحننا من الصين جبنا تابلتس وعم نعطيهم لكل تلميذ عنا بسعر مدعوم يعني حوالي 100 دولار وفيه مدارس خاصة تاني مش بس نحن عم نعمل هيك بيجي الولد قدا فيه تفعلنا بيقصط لنا إياهن لنأمن لكل ولد وخاصة اللي عنده صعوبات تعلمية تابلت لأله distance learning تعلم عن بعد بلا تابلت بلا لابتوب عم نضحك على بعض بتاخديه وبيعطيك وخيه بياخده وبيع الشغل doesn't work مش ما بتصبت فجواب لسؤالك نعم عم نعطي كل ولد بمدارسنا عنده صعوبة تعلمية عم نجرب نعطيه تابلت حتى يقدر يستفيد فيها وينبسط فيها لأن هذه بتصير قسم من حياته طبعا فيه إلى سيئات كمان الأهل بدي يكونوا وعيين إلى خطرتها لكن هيدا اللي عم نعمل مين عم يدعمكن بهال عم ندعم حالنا بالحقيقة عم نحق وانا عطول بضل قلو لمعالي الوزير كلفة المدرسة بالكورونا وبالتسكير غالية كتير لكن الأهالي شايفين شو عم نعمل عم بيدفعوا قصوطات وعم نتعاون لنقدر نمشي حالا ما بدنا برجع بقول ما نتكل على الله ما بدنا نفشل والأهالي اللي معنا فهمانين الوضع ومتعاونين جدا معنا اليوم كمان روتين الأهل روتين البيت بده يكون مختلف يعني مع الدراسات نعم بس كان فيه ولد عنده صعوبات تعلمية يعني حياة جديدة بالنسبة للأهل لأنه يعني نص النهار أو على القليلة الاسم الأكاديمي لهالولاد مأمنين عليه بالمدارس المختصة اليوم كيف بدون يرجعوا يعني بلشوا أو كيف قدرين تساعدون من جديد نحن من التعاون بدون الأهل ما فينا نساعد الولد اللي عنده صعوبات تعلمية بالمناسب أصلا بالمناسب ما بعرف إذا أنت بتعرفي أنا أهل لولد صعوبات تعلمية حياتك بتصير مقصومة قصمين نص عقلة مع هالشاب الحلو ونص عقلة مع الشاب التاني الحلو كمان يلي بالمينستريم عطول الأهل خلاص بدي يصير ثقافتهم فكرهم كيف بيقدروا يساعدوا للولد اللي عندهم بس نقدر نحن نقبل ما نعيش بالنكران نقبل هيدا الوضع بنقدر نساعده بيصير الأهل مستعدة لنا بيجي على المدرسة يساعدوني شو بدي أعمل كيف فيني أعمل لما نساعد الأهل ويفهم الوضع بتهون مشكلتنا سبعين ثمانين بالمية لكن إذا الأهل مش فهمينين ومتزمرين ومديقين ساعاتها الصعوبة وهؤل الولاد بدهم يتقون للسلام ما فيهم يشوفوا أهل عاد وقيمة ما بتزبط بد يكونوا الأهل حاكمين شاكرين ربنا يعرفوا يتجاوبوا مهم صعب من الناس مش هيني ويسمعوا منا كمدارس لنقدر نساعد أولادهم أكتر بس هيدا يعني كمان هذا كثير مهم أنه يقعد ولد قدام سكرين لفترات طويلة طبعا منى بده تحضير كيف تكون عنده صعوبات تعلمية بده تحضير بكرة الساعة سبعة جاي معلمتك بكرة الساعة تسعة لما انتخلص ساعة تسعة نحن ما نروح لعند فلان لما نرجع بتكون إجا الأستاذ التاني بعدين صحابك كلهم جايين الساعة أربعة على الزوم حضر شي رح يلعبوا جيم المعلمة تابعيتك المدارس والمدارس الخاصة وقصة من المدارس الرسمية عم بيحطوا مجهود كتير كبير مثل ما عم تقول حضرتك لا يقدروا يجيبوا انتباه هالولاد على سكرين صغيرة بالوقت المناسب ويكون الولد جاي هو مبسوط اللي عندهم صعوبات تعلمية واحتياجات خاصة ما بتنفع معهم عصاية وعيط فبدي يكون فيه اسلوب حلو وهذا التحدي علينا من أن نعطي مادة حلوة يعني هيدول الولاد بيفهمون بيعرفوا كل شي ما فينا هيك نحكي حيالله كلمة وندحك عليهم مثلهم بدهم تحضير أكتر من غيرهم تنقدر نربحهم ويستفيدوا ويتقدموا هون برجع يعني فيه أوقات صفوف بتكون كلها للصعوبات التعلمية والصفوف بتكون فيها دمج هيدا اسمها في حالات نحن ما نحكي المعنى والإعلانة في حالات صعبة بده يكون صعب دمجة يعني صعب دمجة في حالات أو عليلي بالبرنامج كبرنامج طبعا صعب وتابعوا برنامج عادي حتى أونلاين أو بالمدرسة في حالات صعبة ما فينا نهرب منها يعني بيكون بدهم اهتمام خاص حتى بالمدرسة بيكونوا مدموجين بالملاعب وبكم صف لكن عندهم صف خاص لإلن يعني هيدا بتكون ما فينا لكن هذه الحالات الأقل لكن المدرسة الدمجة لازم تكون لكل أولاد وتكونوا محضرة وهي شغلة مانا رخيصة أو هينة بده أول شيء اقتناع بده قلب وبده تحضير مرتب كمان كنا يعني كتير عم نحكي بالنسبة هلأ لروتيننا جديد وللدراسة أونلاين أنه الفرصة بين الحصة والتانية شو لازم تكون يعني هون تحدي للأهل أنه هيدا الفرصة شو لازم تكون الولد بروح بده كمان يكمل على التيفي ولا يكمل على الجيمز ولا إلى آخره بينما المدرسة عم ينزل يلعب بالملعب عم يشوف أصحابه وفراته ويعمل علاقات اجتماعية هون كمان الأهل رح يكون عندهم صعوبة بأنه يعملوا طبعا بالمناسبة بالمدرسة يبطل في ريساس تايم هلأ نحن عاملين بيسموه البلندد لونيك الدمج الجزئي كمان ما فيه الولد قاعد بالصف حتى نقدر نحافظ على نحافظ على عدم انتشار الكورونا يعني بس يروح الحمام فيه ناس وراه عم بيركدو وينطفو وكذا وما فيه فرس أكل ويروحوا على الملعب كتير مقللين حتى يقدروا وبالبيت كمان زربة زربة الولد اللي عنده تحدي بشهينة يعني شغلة أنا ما عم بستهونة أبدا فما نكون عندنا ابتكار تماما شكرا كتير لوجودك معنا دكتور نبيل أستا دكتور بالعلوم التربوية مؤسس مركز مركز كل الصعوبات التعلومية ولا المعلومات أهلا وسهلا فيك ولكن يعني أكيد التحدي على الأرض وعدم الاستسلام بهك وضع شكرا وقفة هلا ونرجع متابقا لايف